طيب حنفتح الآية 23 من سورة الزمر سورة الزمر الآية 23 حنبدأ ناخد الآية وبعد السابق واللاحق ونوضح فلما تفتحوا قلوا لي تمام وانا نبدأ على طب الآية 23 من سورة الزمر تمام دكتور احنا معك الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذه الآية تعتبر على رأس توقيع المراد من كلمة حديث أو الحديث الله تبارك وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث هنا فضل الله تبارك وتعالى بكلمة أحسن هذا الحديث إذن الله تبارك وتعالى قد أطلق كلمة حديث وكلمة الحديث على القرآن العظيم الذي جمعه الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فحينما يسمي الله تبارك وتعالى القرآن حديثا هل من المقبول أو المعقول لعاقل لواعن لمن تدبر هذا الكتاب في يوم من الأيام أن يطلق كلمة حديث على أي كتاب آخر هذا سؤال إجابته هي حجر الزوية في التلقي عن الله تبارك وتعالى أكرر السؤال حينما يطلق الله تبارك وتعالى على كتابه وقرآنه أو قرآنه في كتابه كلمة حديث أو كلمة حديثا هل من المقبول أو المعقول أو المنطق أن يطلق واعن أو متدبر كلمة حديث على كتاب غير كتاب الله هذا سؤال أرجو الإجابة عليه ويبقى الأخ موفى مثلا يمثل حضراتكم في الإجابة عدنا بالله السؤال مرة ثانية دكتور حينما حينما يطلق الله تبارك وتعالى أو يسمي الله تبارك وتعالى قرآنه في كتابه قرآنه العظيم في كتابه المبين حينما يطلق عليه الله تبارك وتعالى كلمة حديث بل يعتبره الله تبارك وتعالى أحسن الحديث هل من المقبول أو المنطق أن يطلق واعن أو متدبر كلمة حديث على كتاب غير كتاب الله أكيد لا أكيد لا يعني كيف إذن من يفعل ذلك يعني أنا أراها تجرؤ دكتور تجرؤ تجرؤ فاكر الآية ومن يشاقق إزاي إزاي أنا أنا بس زي ما حضرتك تفضلت البخاري مسلم الترميزي الله يكون فعونهم وربنا يحسبهم يوم الأيام أنا معرفهمش أصلا لكن أنا أشك إن في عاقل إن في واعن يطلق كلمة حديث على كتاب غير كتاب الله تبارك وتعالى هتقول لي ما هو ربنا قال هنا أحسن الحديث بأي كتاب تاني حديث لا ما هو في آيات جاية فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أنا أرجو إن إحنا بس نفتح العقر ونفتح القلب كلمة أحسن الحديث هنا مش للمقارنة إنما هي للتوعية أن دائما أي فعل أو صنيع لله تبارك وتعالى هو الأفضل هو الأحسن لكن هل كلمة أحسن الحديث أنا ممكن أفاضل بين كتاب الله وكتاب تاني فأقول ده أحسن الحديث وده كتاب حديث هذا تخلف فكري من يفعل ذلك متخلف فكري فكريا عنده تخلف فكري لأن إياك أن تقول أن أحسن للمفاضلة هي أحسن لإثبات أفضلية الكتاب على ما سواه مش للمقارنة بين الكتابين يعني ليست أحسن هنا للمقارنة أو للمفاضلة هي لإثبات أنه الأفضل على الإطلاق وما دونه لا يقارن به واضحة أو الله صعبة واضحة واضحة مية بالمية طبعا طيب تعالوا نشوف بقى لماذا أحسن أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثانية حين يتلأ حين يرتل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الأول تقشعر يعني إيه يعني تتهيأ للتلقي تتهيأ لأنها ستتناول أو ستأخذ أو ستتعلم ورجع كلمة تتعلم دي كتير أوي الرحمن علم القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يعني تتهيأ والجلود هنا كناية عن كل عضو من أعضاء الجسم فما من عضو في جسم الإنسان إلا وله الجلد طب ليه جلد ليه جلود أثبت علماء البيولوجي والطب أن مراكز الإحساس تكون تحت طبقة الجلد فلذلك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اسمع اللي جاي كده ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر تتهيأ للتلقي تلين تعمل بما تلقته الآية في منتهى الوضوح ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله انظر إلى التوقيع التالي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هد ولذلك حينما ترى إنسانا قد شز قد خرج عن حقيقة التلقي القرآني المفروض تعذره المفروض يصعب عليك يعني المفروض أنت حينما تنظر إلى من كفر بكتاب الله من أشرك بكتاب الله من 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 كل هذه الصفات المفروض يصعب عليك وتحاول كداعية لله تبارك وتعالى بشتى السبل أن تهديه لكن في النهاية إذا أصر على عدم الانصياع وعلى عدم الهداية فاعلم أنه قد وقع تحت قول الحق تبارك وتعالى ومن يضلل الله الفاعل هنا هو الله فما له من هد لنت ولا غيرك الكلام واضح ولا في حاجة عايزة تشرح هشرح بس كلمتين كلمة متشابها وكلمة مثانية مثانية يقول فيها لأنه يثنى في الصلاة أولا كلمة مثاني لا علاقة لها بالمثنى أو يثنى لو كلام زي ما هم بيقولوا لأنه يثنى في الصلاة وأقل الصلاة ركعتينه كلام الفارغ اللي هم بيقولوا ده كان قال يثنى متشابها يثنى أو يتشابه ويثنى ما فيش كده كلمة مثاني أرجو أننا ننتبه شوي عارف معناها إيه في كتاب الله تبارك وتعالى البعد الخفي البعد الخفي بص يا موفق كأنك معاك حتة قماش كده قطعة قماش بتطبقها أربع تطبيقات المثاني اللي هي تثنية الطبقة على الطبقة في البعد الأخير من آخر تثنية يعني مثانية أي عميقا أي إنه كتاب فريد عن أي كتاب آخر مثاني هت قطعة من المشكلة وطبقها زي ما أنا بقولك أربع تطبيقات كده وحتلاقي كلمة مثاني اللي هي البعد الأخير في آخر تثنية يعني في آخر تطبيقة فالمثاني هو الكتاب الفريد غير منقطع النظير يا آسف هو منقطع النظير غيره لا يمكن أن يقارن به لأنه مثانية متشابه يعني في إبداعه حتى لو لقيت آية وهي مكررة وإحنا بنقول التكرار لا يجوز هو التكرار تكرار واقع ولا فعلي هو تكرار واقع إن الآية بتتكرر يعني مثلا على سبيل المثال للحصل الأمثلة كثيرة جدا في الآيات المكررة لكن خد بانك مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان دي جت واحد وثلاثين مرة هل كل مرة هي بنفس معنى المرة السابقة أو التالية ده سؤال يعني شوف اللفظ واحد يا موفق فبأي آلاء ربكما تكذبان ورد في سورة الرحمن واحد وثلاثين مرة كل مرة لها توقيع يختلف عن المرة السابقة وتوقيع يختلف عن المرة اللاحقة يعني ده تكرار نصي الآية بتتكرر بحرفها بنصها لكن ما بتتكررش في توقعها فكل فبأي آلاء ربكما تكذبان تجد مراد كل ما تقراها تجد مراد مع أنها تكرر ولذلك احنا بيقول ما فيش تكرار اما في التكرار الحرفي تكرار بغاية بلاغية لله تبارك وتعالى ده كلمة ايه متشابها وكلمة مثاني أي عميقا فهو كتاب لا يقارن بغيره لأن لأنه كتاب الهي وما سواه كتاب بشري فالبشر مش هيعرفه يحطه المثاني في المراد من الكلمة بعمق شديد ولذلك انا قلتلك الله نزل احسن الحديث احنا تملي بنتكلم في كلامنا فلان احسن من علام هقولك على حاجة ورزق على الله المفروض ما كنتش اقولها النهاردة كلمة الله اكبر اللي كتير بنرددها ويقولك تكبير الله اكبر الله اكبر يعني انت قارنت بحد اكبر هنا للتفعيل للتفضيل لو لقيت كلمة الله اكبر في كتاب الله يبقى احنا توصفنا غلط انما تجد انه الكبير المتعال ليه بقى الكبير ليه ما قالش اكبر لانه اصلا لا يقارن بغيره لما يبقى قدامك المين بقولك انهي الم اكبر لا يمكن حتقول لي دا او دا غير لما تعمل مقارنة لتستطيع ان تطلق كلمة اكبر الا اذا عملت مقارنة بين شيئين او اكثر فتقول هذا افضل فانا بقولك احسن الحديث مش معنى انه بيقرن بغيره دا بيعلن تفضيله مش عن غيره بذاته ولذلك كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه ثم تلين تقشعر منه جلود الذين يحشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله هذا توقيع ما يحدث في متلق القرآن يعني متلق القرآن بواقع هداية الهية لا يمكن يقبل معه كتابا غيره استحالة استحالة تملي اذا هو خذ القرآن على مراد الله لا يمكن يقبل معه كتاب لان اصلا المقارنة منقطعة النظير بين كتاب الله وغيره من الكتب هذا مستحيل اذا كلمة احسن لاثبات تفضيله مش للمفاضلة بينه وبين اخر